الحمد لله الحمد لله يسر للسائرين إليه الطروق والأسباب وفتح لهم من خزائن الأعمال المقربة إليه كل باب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها حسن المآب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه واصطفى له خير الأصحاب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ما لاح سراب في يباب وجرى سحاب وخيض عباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله تقوى الله وصية الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله وراقبوه واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه عضوا على شريعة الله بالنواجد حتى تلاقوه شريعة الله تحيينا وتسعدنا وما سواها فتضليلوا وإفسادوا وهي الشفاء لنا مما نكابده وهي الطريق إلى جنات رضواني عباد الله النفس البشرية مجبولة غالبًا على مجارات الآخرين والناس عموما والناشئة خصوصا يندفعون إلى محاكاة من يعجبون بهم وهم لا يشعرون مسيئين كانوا أم حسنين فما أحوجنا اليوم إلى قدوات قائلين فاعلين يكونون صورة حية متحركة لهذا الدين يتجل الإسلام في حركاتهم وسكناتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وعلى قسمات وجوههم يمشون فيما بيننا أو ينقلون لنا من تاريخنا حتى كأننا نراهم بأم أعيننا آخذين بألباب الصغار والكبار والرجال والنساء وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه فأخذوا عنه هديه وسمته وخلقا فهم خير من يؤتسى ويقتدى بهم من بعده إذا صدي الناس لا يصدقون كأنهم الذهب الأحمر كل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامة وكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة فمن أسبابه الصحابة بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وكانوا برهانا على عظمة الرسول وجلالة الرسالة لهم سير يتحدى الورود شذاها وما الناس إلا سير وما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا وذاكم عالم منهم لاك الأعلام وفذ لاك الأفذاذ وقدوة لاك القدوات بل رجل فوق الرجال وسيرة فوق السير أواهم صوام قوام لا يملك دمعه عند قراءة القرآن خير هذه الأمة بعد نبيها وخير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء دعي إلى الإسلام فما أبى وما تلعثم وما كبى ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم سواه ما شرب الخمر في جاهلية ولا إسلام بيته بيت إيمان ليس فيه نفاق منحنا للات يوما أو مناه عرف الله ولم يعرف سواه لا يمر يوم إلا ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار بكرة أو عشية كما أخبرت ابنته ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر إلا فيما أذن له من حج أو غزو حتى لحق بربه شهد بدراً ونال معهم البشارة العظمى التي لم تكن لغيرهم إن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبايع تحت الشجرة ولي لجنار أحد بايع تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها ثابتاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحصيت له فر إنه فحل الملة وإمام الأمة ذو السبق والفضل والمنة رجل المهمات الصعبة من شد الله به أزر نبيه فواساه بنفسه وماله أرحم الأمة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كل مدح وثناء في القرآن على المؤمنين فهو أول داخل فيه حب الرسول صهره وصاحبه وزيره فلا يرى يعاتبه إنه أبو بكر رضي الله عنه وعن من ترضى عنه صاحب رسول الله المطلق ورفيق دربه ومؤنسه وساعده من أنكر صحبته فقد كفر لأن الله قال في كتابه إذ يقول لصاحبه فرد إذا قيس الرجال يقاس بالآلاف ذو سيرة يتلو الأنام فصولها كالآي من ياسين والأحقاف كالشمس إن قرص الشمس لا يحتاج ناظره إلى كالشاف أول من أسلم من الرجال من دون إمهال ولا جدال سخر مكانته وجاهه للدعوة إلى الله تعالى فأسلم على يديه فورا أكابر أهل الشورى عثمان وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا ثم جاء من الغد بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا سخر ما له لنصرة دين الله تعالى أسلم وله أربعون ألف فأنفقها في سبيل الله ومواساة رسول الله وتحرير الموالي المستضعفين الذين يعذبون لأنهم آمنوا بالله كبلال وابن فهيرة وزنيرة والنهدية وما زال ينصر دين الله بكل وسيلة ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدفع عنه بيده ولسانه وكل ما يملكه شجاع إذا ظن الشجاع بنفسه ولم يبقى في الميدان فرد يؤازر باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام إلى آخر ثابت القلب رابط الجاشي لو مادت الأرض يبقى الشام خراسي خطب علي رضي الله عنه في خلافته بما مضمونه ومعناه من أشجع الناس فقالوا أنت قال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه ولكنه أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته قريش هذا يجأ وهذا يتلقاه ويقولون له أنت الذي جعلت الآلهة إله واحدا فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يدفعونه ويضربونه حتى رجع إلى أهله لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه ثم رفع علي بردة كانت عليه وبكى حتى خضلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل في العون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقال والله لساعة من أبي بكر خير منه ذاك رجل يقتم إيمانه وأبو بكر رجل أعلن إيمانه وهذا عمر رضي الله عنه يقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمانه ولما جاء إليه نفر في خلافته فقالوا والله ما رأينا أقضى بالقصد ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين أنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحر وجهه فقال عوه بن مالك كذبتم والله لقد رأينا خيرا منه رأينا أبا بكر فتهلل وجه عمر وقال صدق عوه وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أظل من بعير أهلي أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير ما موطن قال رضي الله عنه لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر يعني ليلة الهجرة ويوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذو الفضل إنما يقدر الكرام الكرام ويقيم وزن الرجال الرجال أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة والإمامة أبو بكر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاب فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هم أن يكتب الكتاب ثم ترك ذلك وحاله ظهور فضيلة أبي بكر يغني عن العهد وأمره على الحج في السنة التاسعة واستخلفه في الصلاة يوم اشتد مرض فهو أعلم وأقرأ الصحابة قاطبة ولو كان هناك من هو أحق منه ما قدم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان لم يختلف في فضله رجلان ثلاثة أيام بلياليها في الغار لا يرى بشرا قد غير المختار عليه الصلاة والسلام نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع عليه المهاجرون والأنصار وحسبه قول الله الواحد القهار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وتلك والله منقبة لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض قال الشعبي رحمه الله عاتب الله جميع أهل الأرض في ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر فمن يحاكي أبا بكر ثاني اثنين في الغار وثاني اثنين في العريش يوم الفرقان ذكره لحن على كل لسان في الصحيحين ما معناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ثم قال إكراما له وحفظا لمودته وبيانا لفضله لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وكان يعلم أصحابه منزلة وتوقيره وحفظا مكانته وعدم الاستهانة بشانه وإن بدر منه ما هو خلاه الأولى أخرج البخاري في صحيحه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي فما أوذي بعدها وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه ويقول فيما أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة ولو كنت متخذا خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال وهل نفعني الله إلا بك وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله نفسي وما ملكت يدي والوالدان لك الفدى وأخرج أبو داود بسند صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتاني جبريل فأخذ بيدي حتى أراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر ليتني كنت معك يا رسول الله حتى أنظر إليه فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي تصغي لها مسامع الأكوان يغدو بها السامع كالنشوان وأخرج الترمذي في سننه بسند حسن عن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجئت بنصف مالي فقال رسول الله ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا وفي رواية لا أسبقه إلى شيء أبدا من يسعى كي يدرك أفعاله يجتهد السد بأرض فضى والله لا يدرك أفعاله ذو مئزر ظاف ولا ذو رد عباد الله أبو بكر ما أبو بكر أحب الرجال لقلب النبي كذبنته في النساء الحرائر إنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك منزلة تتضاءل أمامها كل منازل الدنيا أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها أخرجه البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا لله فمعنى ذلك أن أبا بكر بلغ من درجات الإيمان بالله جل وعلا مبلغا لا يجار إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر فإن أبا بكر ليس له نظير يشابهه في المآثر إنه الصديق بلا منازع عرفنا به الصدق من صدقه وطيب السجايا وأسمى المشاعر شعاره إن كان قال فقد صدق صديق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي قال لعائشة يوما في تصحيح مفهوم لا يبنة الصديق وصعد يوما أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا نال رضي الله عنه الدرجات العلا في الجنة بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم وقد ثبت فيهما هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين فهما لدين محمد جبلان رجلان قد خلقا لنصر نبينا بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما الذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتا هما أسمى نساء نبينا يا حبذ الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر متجعان أفهم الناس بمدلول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بأحواله أبو بكر ثبت في الصحيح وغيره ما مضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فعجبنا له يبكي أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فاختار فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به ولذا كان له المكان المميز في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأخر لأمر عارض لم يبح أحد لنفسه أن يجلس في مجلس أبي بكر يقول أحد الأنصار إن كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حتى تصيرك لإسوار وإن مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه أحد من الناس فإذا جاء أبو بكر وجلس مجلسه أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وألقى حديثه وذاكم شرف ما مثله شرف مهما وصفت سيبدو فوق ما أصف شهد الله له بأنه الأتقى ووعده بأن سيرضى ونزل فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تخيل معي يا عبد الله مدى رضى من وعده الله الذي لا يخلف وعده بأنه سوف يرضى وبشر بالجنة وأنه يدعى من جميع أبوابها وأنه أول من يدخلها من هذه الأمة وأكرمه الله بأن يكون أول خليفة يخلف رسول الله في أمته فمن يباري أبا بكر وسيرته اسم تود الحور عند سماعه لو صغن منه قلائد الأجياد اسم كأن حروفه أنشودة يشدو بها بين الخمائل شادي عباد الله وله يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ثبات ورسوخ وبهى أحنى له التاريخ مفرق رأسه وأحله في الصدر من صفحاته نزلت بالمسلمين أعظم نازلة أوهنت عقول الأجل فهذا أقعد فرجلاه لا تقله وذاك دهش فلا يعرف من يمر عليه ولا يرد على من سلم عليه وعمر ينكر موته ويشهر سيفه على من قال به أمر تطيش له العقول ومنه تنفطر المرائر ويقبل الصديق رضي الله عنه في ثبات دونه الجبال الراسيات ليعلن ما فحواه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم إن دين الله قائم وإن كلمة الله تام وإن كتاب الله بين أظهرنا والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله وإن سيوفنا لمسلولة ما وضعناها بعد لنجاهدن كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبغي أن أحد إلا على نفسه كلمات تكتب على الحناجر ولو بالخناجر تتلى فتفعل في النها فعل الشراب المسكري غم بها المنافقون وسر وثبت المؤمنون حتى قال أنس رضي الله عنه خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود هيهات ما في معجم الصديق لفظة الانخذال أو منه تعلمت الثبات الراسيات من الجبال عباد الله وفي سنتين وبضعة أشهر هي مدة خلافته عمل أبو بكر أعمالا لا يكاد يطيقها غيره لم يلن عوده وكم من كبير عجمت عوده الخطوب فلانا قال وفعل إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فلي مهجة أشربت حبه وقلب أقر له بالولاء في سنتين ثبت الله به قلوب المؤمنين ونصر الله به الدين وجمع القرآن بين اللوحين وأمر ببعث جيش أسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ولما أشير عليه بتأجيله انتفض انتفاضة الأسد دي سعرينه وقال في حدة ما مضمونه والذي لا إله إلا هو لو ظننت أن السباعة خطهني ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته كما أمر به وعروقه تغلي بهن دماؤه فكأنما في كل عرق مرجل ولما أشار عليه بتولية من هو أسن من أسامة قال ثكيلتكم أمهاتكم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنزعه كلا والله وفي عزيمة وفي صرامة نفذ بعثا قاده أسامة فكانت عين المصلحة في إنفاذه شدت بذلك قلوب المؤمنين وأدخل الرعب في قلوب المنافقين والكافرين والمرتدين من أتباع مسيلمة ومن هم للزكاة مانعون معشر الكرام وبعزم لو فرق على قلوب الجبناء من أهل الأرض لشجعهم قام قومة في حدة وأعلن قتال أهل الردة متخذا في ذلك كل شدة والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعون عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه زحفت كتائبه تجر جيوشها فانقاد كرها من أبا واستكبر وتم ما أراده وعاد منتصرا وقد قضى المراد وحال كل بر إيه أبا بكر علمت أهل البغي أن البغي لا يغني وأن جنوده لن تنصر وكتبت في التاريخ أروع قصة عن غضبة الآساد إنديس الشرع وشرع رضي الله عنه في قتال الفرس والروم ومات والمسلمون لدمشق محاصرون فنصر الله به الإسلام وأهله وأذل الله به الكفر وأهله وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه حتى قال قائل اللولا أن الصديق استخلف ما عبد الله وأصبح الإسلام في الجزيرة يضيء مثل الشمس في الظهيرة وهبت الآساد من عرينها لنشر علمها ونشر دينها وفتحوا العراق والشآما وهزموا فارس والأروام ثم ختم حياته بحسنة من خيار حسناته تدل على فراسته وهي أن عهد إلى القوي الأمين المحدث الملهم عمر بالخلافة ليكمل المسيرة وبعد أن استكمل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين سنة لقي الله تعالى ليدفن بجانبه فهو وزيره وصاحبه في حياته وضجيعه بعد مماته وكان عندما احتضر قد قال يا عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتبع بها حين كنا في أمر المسلمين فإذا ميتوا فرديها إلى عمر فلما مات أبو بكر أرسلت بها إلى عمر رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف أتسلب هذا عيال أبي بكر فقال عمر كلا ورب الكعبة لا يتأثم منها أبو بكر في حياته وأتحملها أنا بعد مماته ثم أعلنها مدوّع يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك سجدت لربك حين أطالت جباه لغير الإله السجودة صديق لو فاتشت بين قلوبنا لم تلقى قلبا لست في طياته هذه قطلة من سيرة أبي بكر وهو البحر بحر ولكن غوره لا يسبر بحر خضم من مواقف جمة يطغى بلجته على الوصاف سير نرددها فتشعل في الدمى ما تشعل النيران في الألياف داكم هو الإيمان من يظفر به يلقى المفاوز سهلة الأكناف وهذا أبو بكر من كان يسعى إلى الغايات يطلبها فقد سعت خلفه الغايات في الطلب ما زلت بالسمع أهواه وما ذكرت أخباره قط إلا ملت من طربي أحبه وربي حبا سرى في دمائي أثني عليه فيعلو قدري وقدر ثنائي ألحقه الله بنبيه ولا حرمنا أجره ولا أظلنا بعده ورضي الله عنه وعمن ترضى عنه وأعقب الله من يبغضه الندامة واللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة وجمعنا به مع نبينا في دار كرامته بحبنا له ولنبينا وصحابته وجزاه الله خير ما جزى صحابيا عن نبيه ودينه وأمته وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه قال الله في ذكر دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما عباد الله ما زلنا في رياض الصديق الأنيقة طفحت بألوان الحياة ثمارها فمذاقها متعدد الأنواع ذكرى وموعظة أسوقهما إلى قومي فهل للقوم سمع واعي بالله يا عباد الله ما ظنكم بمن رجح إيمانه بإيمان الأمة كيف تكون عبادته وشمائله إن أسلوبه في الحياة لا يدع فرصة يرى له فيها زيادة أجر إلا اهتب لها موقنا أن ما يمكن القيام به اليوم قد يتعذر غدا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي فريرة رضي الله عنهما مضمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم التفت إلى أصحابه وقال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازح قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم اليوم مسكين قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريض قال أبو بكر أنا لا يوجد في جمع الصحابة في ذلك اليوم من توافرت لديه هذه الأعمال في باكورة يومه سواء ببكر فكيف ببقية يومه فكيف بليله فكيف بحياته وهنا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كان مثله بقوله مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أكرم به من سابق أو واهي صلى الصبح يوما فقرأ آل عمران على خلاف عادته فقيل كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ورآه عمر يوما آخذا بلسان نفسه فقال له ما غفر الله لك فقال هذا الذي أوردني الموارد وحاله إذا كان في الدنيا عدو يضرني فذاك لساني ثم ذاك لساني أبو بكر على وجهه الوالضاح تبدو سرائره نقي تقي أبيض الثوب طاهر ورع يتحر الحلال في كل لقمة إدخلها بطنه حتى إذا ما أكل يوما أكلة قدمها له غلامه ثم أخبره بعد إنها من كهانة تكهنها في الجاهلية أدخل يده فورا فقاء كل شيء في بطنه وحاله لو لم تخرج إلا ونفسي معها لأخرجتها إنه لا يربو لحم من سحط إلا كانت النار أولى به ومع أنه أول من يدخل الجنة من الأمة مغتر يوما بعمله بل كان يخشى الله ويقول لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن متواضع ما قام يعلن يوما عن جنابه إذا مدحه أحد قال اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تآخذني بما يقولون وكل رفيع القدر جم التواضع عبد الله هذه لمحة وجيزة يسيرة من بحر سيرة أبي بكر الشهيرة موقظة مثيرة منيرة يهتز لها البشر ويقف لها الشعر وتذرف لها العين لم تر العين لها مثلا ولا خطرت أوصافها في أذنين كأنها صيب في الأرض هتان ولعلها ذكرى وبالذكرى ينتفع المؤمنون ومهما قلنا فإنا مقصرون فأبو بكر أبو بكر أنا إن أطلت القول في شمس الضحى وصفاتها ما قلت غير معادي فيا عباد الله أبناؤكم بطباعكم تتطبع أمتم لها في ذا الحياة المرجع القدوة القدوة فهي ذات قوة وتأثير وفاعلية في إعداد الأجيال المثالية الأبية فتدارسوا مع من تحت أيديكم سيرة القدوة المطلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سدت الطرق إلى الجنة إلا من طريقه وتدارسوا معها قصص الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ وتدارسوا قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مثل بناءة تمثل الشعلة المتوهجة هجة التي تنير حياة الأمة وهم الكواكب النيرات التي يستضاء بها في الظلم حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة لكل فضيلة وقد كان السلف يعلمون أبناءهم حب الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن وقد أميرنا بالاقتداء والاقتداء يقتضي معرفة السير اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر إن اقتديتم يا عباد الله اهتديتم وارتقيتم وسعدتم وفزتم ومن تحت أيديكم سيسود آخركم بفضل وقوفكم صدقا كما سار الرعيل الأول وإلا يكن ذلك فالدعاة على أبواب جهنم لهم بالمصاد حتى في هواتفهم التي في أيديهم يعلقونهم بالرويبضات التافهين الساقطين ليعلمهم الشهيق والنهيق والنعيق والنقيق ويغرقوهم بالشبهات التي تزيغهم عن الصراط المستقيم ليردوهم في نار الجحيم وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فانظر إلى هدي الصحابة والذي قد كان منهم في الزمان الخالي واسلق طريق القوم أين تيمموا خذ يمنة فالدرب ذات الشمال فهم بالدين هادوا كل ماشي ومن ماشاهم سبق المماشي وهم إذ تخرسوا الفصحاء لسن سواء منهم كهل وناشي وهم أصل ونحن له فروع وهم متن ونحن له حواشي يا رب إنا نحب نبينا وصحابة وقد قضيت على لسانه أن المرأة مع من أحب اللهم بحبنا لهم اجمعنا بهم في أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مظلين وانفعنا بما نقول ونسمع يوم لا ينفع مال ولا بنون سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم باركت على إبراهيم شكرا